خلونا نروح النهاردة للنادي الأهلي اللي بيفوز على فريق النجوم بهدف دون الرد في المباراة الودية اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب مختار التتش بسجل هدف الأهلي الوحيد محمود دا كاربا خلال الشوت الأول من المتش المباراة كانت في ظل التوقف الدولي خلال الفترة الحالية بيريد نادي الأهلي أنه يجهز اللعيبة بتاعته الحاليين في غياب اللعيبة الدوليين بيغيب طبعا عن الأهلي حاليا بيرستاو المتواجد حاليا مع منتخب جنوب أفريقيا كمان إليو ديانج المتواجد مع منتخب بامالي وكمان وسام أبو علي مع منتخب الفلسطيني طبعا القائمة قائمة لعيبة الأهلي المنضمين لمنتخب المصري عندنا محمد شناوي مصطفى شبير محمد عبد المنعم رامي ربيعة محمد هاني أكرم توفيق عمر كمال مروان عطية أحمد دبيل كوكا وي إمام عشور طيب خلونا نتكلم عن مصير الجنوب أفريقي بيرسي تتاو تضربت الأقويل في هذا الصدد النادي الأهلي جوه معسكر النادي الأهلي هناك منقصمين إلى فريقين حول مصير بيرسي تاو جوه النادي الأهلي مكمل مش مكمل خلونا نكلم على لجنة التخطيط لجنة التخطيط بالكرة في النادي الأهلي أوسط برحيل اللاعب جنوب أفريقي في الانتقالات الصيفية ده من ناحية لجنة التخطيط الناحية الثانية مارسل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي بيشترط علشان يتم الموافقة على رحيل بيرسي تاو إنه يتم التعاقد مع جناح أجنبي يكون صفقة سوبر علشان هو زي ما قلنا يوافق على انتقال بيرسي تاو في الانتقالات الصيفية بيرسي تاو بيرغب إنه هو يستكمل عقده بينتهي نهاية الموسم القادم بيرسي تاو أبلغ بعض المقربين منه إنه هو متمسك بالحصول على باقي عقده في حال إصرار النادي الأهلي على رحيل ونهاية الموسم الحالي طيب خلونا نتكلم برضو على أخبار الانتقالات في الميركاتو الصيفية المقبل في مصدر جوه نادي الأهلي قال إن المفاوضات مستمرة مع نادي سوتشي الروسي علشان يتم التعاقد مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله المصدر بيقول إنه هو إن نادي الأهلي لم يصرف النظر عن صفقة يحيى عطية الله كما تردد وأنه ليس له علاقة بما تردد بشأن تفكير نادي الروسي في إنه هو يعير اللاعب لنادي أخر داخل الدوري الروسي المصدر بيوضح إن النادي الأهلي لديه رغبة طبعا في ضم اللاعب اللي كمان هو بيرحب بيئة الحضور إلى مصر بيرحب بيئة الانضمام إلى النادي الأهلي بس المفاوضات المالية هي اللي لم تنتهي بعد النادي الأهلي قطع شغط كبير جدا في المفاوضات طيب خلونا نروح نشوف أخبار مهاجم الأهلي وسام أبو علي طلب مرسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي من الجهاز الطبي بيئة الفريق إنه هو ضرورة حسم موقف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من مباراة القمة أمام الزمالك طبعا ما تشل قمة بين أهلي ويئة الزمالك مقرر لها يوم 25 يونيو الجاري وسام أبو علي كان تعرض للإصابة بكدمة في مشط الرجل والتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده فلسطين في مباراة لبنان من تصفيات أمم أسيا هيبدأ خلال الأم القليلة القادمة تنفيذ برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة مارسل كولر عقد جلسة مع جهازه الطبي علشان تحديد مؤشرات فرص اللاعب من تدعين صفوف الفريق في مباراة الزمالك الخبر ده من الأخبار المهمة للمتابعين ومحبي وعشاق الفارس الأحمر خبر مهم نادي الأهلي خلال الساعات الماضية بيتم اتفاقه مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري علشان يضمه مين يضمه المدافع زين الدين بالعيد خلال الانتقالات الصيفية اتفاصيل هذه الصفقة الأهلي حيدفع 750 ألف يورو علشان يضم اللعيب زين الدين بالعيد من نادي اتحاد العاصمة اللاعب سيوقع عقد معه الأهلي حيمتد الكام سنة أربع سنوات حيحصل على كان في الموسم حيحصل على 500 ألف دولار في الموسم الواحد بات من المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة بعد عيد الأطحى المبارك كل سنة وانتوا طيبين علشان يخضع للكشف الطبي ويتم الإعلان عن ضمه وذلك عبر المنصات الرسمية للنادي الأهلي إذن هو خبر مهم لعشاق ومحبي النادي الأهلي عايزين نكلم تفاصيل أكتر عن تعاقد النادي الأهلي مع زين الدين معنا ينضم هاتفين الزميل خليفاوي مصطفى الصحفي بجريدة بولا الجزائرية موسيقى